موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أعزائنا الطلبة متابعين الكرام تحت شعار التلفزيون التربوي مدرستي نقدم لكم درس من دروس مادة الرياضيات لطلبة الصف الخامس الأدبي وتحديدا موضوع المصفوفات إن شاء الله نقدم الموضوع بأبسط الطرق التوضيحية مشاركوني في تقديم هذا الدرس الإشراف العلمي الأستاذ عبدالله عمر الكلمة لك أستاذ عبدالله أهلا أستاذ محمد وحياة الله أهلا بصلابتنا أعزائي طلبة الخامس الأدبي سنستكمل لكم ما تفضل به الأستاذ محمد في الدرس الماضي وهو موضوع المصفوفات سيمر على أنواعها ونسمح الوقت بجمع المصفوفات إن شاء الله شكرا أستاذ عبدالله نذكرك عزيز الطالب بخصوص ما تطلقنا له في الدروس السابقة تطلقنا في الدروس السابقة ما يتعلق بالنسبة للمصفوفات وما هي المصفوفة وكيفية تحديد رتبة المصفوفة تعلمنا على أنه تحدد رتبة المصفوفة من خلال عدد الصفوف وعدد الأعمدة ويتم تحديد المصفوفة من خلال تكون رتبة المصفوفة من حاصل ضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة من بعد ذلك تطلقنا لموضوع تساوي مصفوفتين ومتى تكون المصفوفتين متساويتان قيدنا على أنه هناك شرطان حتى تكون المصفوفتين متساويتين ألا وهو أولا أن تكون المصفوفتان لهما نفس الرتبة ثانيا أن يكون كل عنصر من عناصر المصفوفة الأولى يساوي نظيره في العنصر في المصفوفة الثانية ونحن نستكمل أعزائي الطلبة بخصوص سؤال كمثال لنأخذ سؤال سؤال عن قيم التساوي وهنا بالسؤال ذكرني على أنه وجد قيمة X و Y حيث X و Y ينتمي إلى R في كل مما يأتي مزيد شلون أنا أوجد قيمة المجاهل X و Y باستخدام خاصية التساوي ذكرني بالسؤال أن المصفوفتان متساويتان شون استثمر هذا الموضوع لإيجاد قيمة المجاهل X و Y لكن ما ننسى بما أنه ذكر المصفوفتان متساويتان إذن المصفوفتان لهما نفس الرتبة هذا واحد ثانيا وهو العنصر الأساسي الذي استفاد منه وهو كل عنصر من عناصر المصفوفة الأولى يساوي العنصر أو يساوي نظيره العنصر الموجود في المصفوفة الثانية إذن بمعنى وهنا رح استفاد لإيجاد قيمة X و Y يعني رح يصير عندنا اثنين X يساوي واحد إذن هذا يقتضي على أنه بقسمة طرفي المعادلة على معامل X على اثنين إذن X يساوي واحد على اثنين هذا هو قيمة منه قيمة الـ X زياد إذن ذكر لي بعد ذكر لي لإيجاد قيمة Y لو ألاحظ العنصر إحنا ما ذكرنا كل الأناصر الموجودة في المصفوفة الأولى تساوي نظائرها الموجودة في المصفوفة الثانية إذن رح استنتج عزيز الطالب بخصوص الموضوع رح يصير عندي خمسة Y ناقصا واحد يساوي أربعة X لاحظ ساويت هذا العنصر مع هذا العنصر لإيجاد قيمة منه لإيجاد قيمة Y شي رح يصبح عندي عزيز الطالب هنا أنا عندي قيمة X ما أنسى قيمة X وجدتها واللي هي واحد على اثنين بتعويض قيمة X رح يصير عندي خمسة Y ناقصا واحد يساوي أربعة مضروب بيش بواحد على اثنين إجراء عملية الاختصار والتبسيط عزيز الطالب فالاثنين والأربعة يبقى عندي اثنين إضافة نظائر جمعية للطرفين لسالب واحد إذا رح يصبح عندي عزيز الطالب بخصوص الجواب واللي هو رح يكون عندك خمسة Y يساوي اثنين زائدين واحد قالت شون صار زائد واحد أقول لك حبيبي عزيز الطالب ضفت النظيرة الجمعية للسالب واحد أي هنا موجب واحد وهنا أيضا موجب واحد إذن عملية رياضية إذا رح يكون خمسة Y يساوي ثلاثة بقسمة طرفي المؤادلة على معامل Y إذن Y يساوي ثلاثة على خمسة وهذا هو قيمة Y وهنا قيمة X وهذا ما يتعلق بالنسبة عزيز الطالب بخصوص هذا السؤال ننتقل لسؤال ثاني نثبت المعلومة لاستخدام خاصية التساوي لو نلاحظ السؤال الآخر وهنا ذكر لي أيضا في السؤال عزيز الطالب جد قيم X و Y حيث X و Y ينتمي إلى R في كل مما يأتي هنا عندنا مصفوفتين المصفوفة الأولى المصفوفة الثانية وبينهما عملية المساواة يعني إشارة على أنه المصفوفتان متساويتان وبما أنه المصفوفتان متساويتان إذن كل أنصر موجود في المصفوفة الأولى يساوي نظيره الموجود في المصفوفة الثانية وبالحالة رح استفاد من هذه الخاصية لإيجاد قيمة المجاهيل المطلوبة في السؤال إذن هنا بهالحالة X زائداً واحد نظيره في المصوفة الثانية Y ناقصاً اثنين فاش راح يصبح عندي لون لاحظ عزاء الطلبة بخصوص هذا السؤال يصبح عندك X زائداً واحد يساوي Y ناقصاً اثنين لمساتك مهاراتك بالعمليات الرياضية بجعل المجاهيل بطرف والأعداد بطرف آخر شلح تصبح عندك تفنى على أنه تشتغل ورقة وقلب فشلح تصبح عزيز الطالب راح تصبح المعادلة بالشكل الآتي X ناقصاً Y قال شلون صارت X ناقص Y يعني هذا الموجب Y ضفناه للنظير جمعي انتقل للطرف الآخر بقى X ناقصاً Y زين هنا موجب واحد هنا سالب اثنين نقلت ضفت نظير جمعي للموجب واحد راح ينتقل للطرف الآخر يصبح سالب واحد مع سالب اثنين راح يكون الناتج هو سالب ثلاثة إذن X ناقصاً Y يساوي سالب ثلاثة وأقدر أستنتج ها هي مؤادلة رقم واحد خلي خليها بمستطيل واضح خليتها مستطيل إشارة على أنه مؤادلة رقم واحد زين هذا بدلالة خاصية تساوي منه العنصر الأول في المصفوفة الأولى مع العنصر الأول في المصفوفة الثانية وإشارة العنصر العنصر الموجود في الصف الأول العامود الأول زين بعد وين عندي؟ عندي هنا مجهول اللي هو ثلاثة X راح يساوي منه Y ناقص واحد زين شرح يصير عندنا نغير اللون شوية راح يصير عندنا ثلاثة X يساوي Y ناقصاً واحد يلا عزيز الطالب لمساتك مهاراتك بالعمليات الرياضية وشلون توجدنا وتسوينا مؤادلة بهذا الشكل همياً بنفس الطريقة المجاهيل بطرف والمعالم بطرف فش راح يصبح عندي؟ لو نلاحظ هنا عندي ثلاثة X راح أضيف نظير جمع للموجب Y راح ينتقل للطرف الآخر راح يصبح سالب Y فش راح تصبح المؤادلة؟ لو تلاحظ راح تصبح ثلاثة X ناقصاً Y يساوي سالب واحد وها هي معادلة رقم شجد؟ رقم اثنين عزيز الطالب اش صارت عندي هسة آني؟ صارت عندي معادلة ثانية إذن هسة ش صار عندي؟ أصبح عندي معادلتين عزيز الطالب معادلة رقم واحد معادلة رقم اثنين معادلة رقم واحد تكونت عندي من تساوي العنصر الموجود في الصف الأول العامود الأول في المصفوفة الأولى مع المصفوفة أو مع نظيره في المصفوفة الثانية والمعادلة الثانية تكونت لدينا من خلال تساوي العنصر الموجود في الصف الثاني العامود الثاني مع نظيره في المصفوفة الثانية تكون عندي معادلتين من الدرجة الأولى بدلالة متغيرة هنا شلون أحل المعادلتين؟ أتمنى سال عبدالله يشاركني بخصوص هذا السؤال فهنا المؤادلتين أستاذ عبدالله هناك كثير من الطرق فأما بالتأكيد يمكن حل الطالب استخدام حل المؤادلتين بطريقة التعويض مثل ما درسها سابقا في مراحل صف الثالث متوسط أو بطريقة الحذف أو آنيا هنا راح نختار الطريق المختصر الحذف آنيا نعم إذن هنا لحذف أحد المتغيرين أما الـ X أو الـ Y وهذا ما درسها الطالب سابقا إذن ما راح نختار اللي هو راح نختار بالطرح بالطرح أي بمعنى لحذف أحد المتغيرين وما دام اختارنا بالطرح أي إشارة على أنه سوف نحذف المتغير هو Y وبالطرح نقلب إشارات المعادلة الثانية فرح يصبح عندي هنا الموجب يصير سالب والسالب يصير موجب وهنا أيضا راح يصبح موجب إذن ناتج طرح المعادلة الأولى ناتج طرح المعادلة الأولى ناقصا المعادلة الثانية سوف يتكون لدينا سالب 2X هنا شو راح يتكون؟ هنا راح يحذف سالب Y مع موجب Y يحذف يساوي يساوي جد سالب 2 إذن هنا بقسم الطرفي المعادلة على معامل X واللي هو سالب 2 إذن سوف نستنتج على أنه قيمة الأكس يساوي جد قيمة الأكس يساوي 1 لسا طلعنا قيمة الأكس نحتاج قيمة Y لك الخيار عزيز الطالب يمكنك التعويض بمعادلة واحد لإيجاد قيمة Y وأيضا بنفس الطريقة يمكنك التعويض بمعادلة رقم 2 أيضا لإيجاد قيمة Y والطريقين يكون عندك صحيح إذن هنا راح نلجأ نعوض نعوض بمعادلة كمثال بمعادلة رقم 1 ايش راح يصبح عندنا راح يصبح عندنا عزاء الطلبة واللي هو معادلة رقم 1 X ناقصا Y يساوي سالب 3 إذن قيمة الأكس هو 1 ناقصا Y يساوي سالب 3 إذن إشارة على أنه سالب Y إضافة نظير الجمع للعدد 1 إذن راح يكون عندي هنا سالب 4 لأن سالب 1 ناقصا 1 راح يكون سالب 4 بضرب طرفي المعادلة B سالب 1 إذن سوف يكون الجواب هو Y يساوي 4 وهنا استنتجنا قيمة الأكس اللي هو 1 وقيمة الواي اللي هو موجب 4 وهذا ما يتعلق كيفية استثمار خاصية تساوي مصفوفة راح ننتقل أعزائي سيد محمد خلنا توقف هنا بلا زحمة نعم هسا حصلنا قيم Y و X صح لولا نعم بالتأكيد خلنا روح نعوضهم بال من باب التحقق من باب التحقق نعم حتى نوضح للطالب شنو اللي دا يصير ها جيد إذن هنا عوضنا ووجدنا قيمة X زائد واحد راح يكون هذا الأنصر الموجود في المصفوفة الأولى في الصف الأول العامود الأول هو قيمة اثنين نعم في الصف الأول العامود الأول يجب أن يكون مساوي لنظيره في المصفوفة الثانية بنفس الرتبة أي في الصف الأول العامود الأول إذن هنا لو ألاحظ هنا ثمين هنا ثمين وبنفس الطريقة يعني هنا لو أخذنا عوضنا عن قيمة X بواحد راح يكون هنا ثلاثة في واحد راح يكون الناتج هنا ثلاثة وهنا لو عوضنا ال Y اللي قيمته أربعة أربعة ناقصا واحد راح يكون أيضا الناتج هنا ثلاثة إذن العنصر الموجود في المصفوفة الأولى مساوي لنظيره الموجود في المصفوفة الثانية زي السلام محمد وإذا صار خلل يعني ما طلعت اثنين تساويات بالتأكيد معناته أكو أكو جواب لازم بيخلل بيخطأ في خطوة من الخطوات آه في خطوة من الخطوات والسبب لأن في السؤال هو ذاكر أن المصفوفتان متساويتان وبما أنه المصفوفتان متساويتان إذن يجب تحقيق شروط التساوي إذن كل عنصر موجود في المصفوفة الأولى مساوي لنظيره الموجود في المصفوفة الثانية شكرا إلى شكرا جزيلا أستاذ عبدالله لهذه المداخلة هل سوف ننتقل رح ننتقل آن وياك برحلة مع أنواع المصفوفات كيفية بيان نوع المصفوفات وهنا رح نسؤلف آن وياك بأنواع المصفوفات أولا المصفوفة المربعة سيكور ماتريكس وهي مصفوفة تبهوا يا عزيز الطالب وهي مصفوفة تكون فيها عدد الصفوف وسابقا رمزنا لعدد الصفوف بأم مساوي لعدد الأعمدة ورمزنا لأعمدة بأم أي أنه أم يساوي أم وتكون رتبة المصفوفة تكتب على الشكل يعني هنا من كتبناها أم في أم أو أم في أم عزيز الطالب ليش؟ لأن احنا بالتأكيد ذكرنا بما أنه مصفوفة مربعة إذن عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة أي بمعنى أم يساوي أم وبما أنه أم يساوي أم إذن يمكن كتابة رتبة المصفوفة أم في أم أو أم في أم حسنا هنروح ناخد أنواع أو أمثلة عن المصفوفة المربعة ومثال كأن تكون رتبة المصفوفة المربعة واحد في واحد اثنين في اثنين ثلاثة في ثلاثة أربعة في أربعة إذن يجب أن يكون عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة بغض النظر عن قيم عناصر هذه المصفوفة مثال مثلا لو أخذنا عزاء الطلبة كمثال مصفوفة مربعة لتكون مثلا أي هذه المصفوفة أي لو لاحظ مصفوفة مربعة لأن تحتوي على صفان وعامودان إذن بمعنى عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة وهذه الخاصية تكون أو عفوا بما أنه عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة إذن يمكن تسميت هذه المصفوفة بالمصفوفة المربعة سكور ماتركس مثال آخر كمثال لو أخذنا المصفوفة الثانية المصفوفة به لو لاحظ تتكون من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة إذن بمعنى عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة وبما أنه عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة إذن سوف تكون هذه المصفوفة بالمصفوفة المربعة نأخذ نوع ثاني من المصفوفات ألا وهي لو لاحظة أعزاء الطلب ألا وهي مصفوفة الصف ماذا نقصد بمصفوفة الصف مصفوفة الصف تسمى بمصفوفة الصف إذا تكونت هذه المصفوفة من صف واحد بغض النظر عن الأعمدة صف واحد عامود واحد صف واحد عامودان صف واحد ثلاثة أعمدة وهكذا تسمى المصفوفة إذا أجتني بهذا الشكل بمصفوفة الصف ونأخذ أمثلة توضيحية عن هذه المصفوفة ومثل ما موضح الشرح بها وهي المصفوفة تتكون من صف واحد فقط أي أم يساوي واحد مثلا المصفوفة أي لو نلاحظ مصفوفة تتكون من صف واحد وعامودان إذن وهي واحد في ثمين أما المصفوفة بي لو نلاحظ هي أيضا مصفوفة الصف تتكون من صف واحد وأربعة أعمدة إذن وهي واحد في أربعة ننتقل آن وياك برحلة معه مثل ما أخذنا مصفوفة الصاف سوف نأخذ مصفوفة العامود ماذا نقصد بمصفوفة العامود نقصد بمصفوفة العامود وهي المصفوفة المتكونة من عامود واحد فقط بغض النظر عن عدد الصفوف يعني بمعنى سوف تكون رتبة هذه المصفوفة شنو؟ أم في واحد أم في واحد يعني بمعنى ليش حددنا واحد؟ أي بمعنى العامود هو واحد وبما أنه رتبة المصفوفة هي تحدد من خلال عدد الصفوف مضروبا بليش بعدد العامدة أي أم في أن إذن وهي مصفوفة تتكون من عامود واحد فقط أي بمعنى أن تساوي واحد مثال ذلك لو أخذنا المصفوفة أي عزيزي الطالب لو نلاحظ مصفوفة تتكون من عامود واحد وثلاثة صفوف فرتبة هذه المصفوفة أي أي ثلاثة في واحد أما المصفوفة ب فتتكون من صفان وعامود واحد إذن تسمى هذه المصفوفة بمصفوفة العامود زينا المصفوفة الصفرية ماذا نقصد بالمصفوفة الصفرية زيرو ماتركس المصفوفة الصفرية عزيزي الطالب تسمى بالمصفوفة الصفرية إذا كان جميع عناصرها مساوية للصفر تسمى المصفوفة الصفرية إذا كان جميع عناصرها عناصر هذه المصفوفة بصفر فتسمى بالمصفوفة الصفرية بغض النظر عن عدد الصفوف والأعمدة مثال ذلك فهنا مثلا لو أخذنا المصفوفة A تتكون من صفان وثلاثة أعمدة وجميع عناصر هذه المصفوفة صفر إذن تسمى بالمصفوفة الصفرية وكذلك المصفوفة B لو نلاحظ أيضا جميع عناصر المصفوفة صفر فتكون هذه المصفوفة بمصفوفة صفرية وكذلك بالمصفوفة C ننتقل لسؤال أو نوع آخر من المصفوفات عزيز الطالب مثلا مصفوفة الوحدة ماذا تسمى أو متى نسمي بمصفوفة الوحدة خذنا أنواع وصلنا للنوع آخر من المصفوفات ألا وهي مصفوفة الوحدة متى تكون مصفوفة الوحدة تسمى بمصفوفة الوحدة إذا كانت جميع عناصرها بصفر ما عدا عناصر القطر أو العناصر القطرية لهذه المصفوفة ماذا نقصد بالعناصر القطرية العناصر القطرية للمصفوفة إذا كانت أو عفوا جميع عناصر المصفوفة التي تكون الصف والعامود من نفس الرتبة يعني الأنصر الأول هو في الصف الأول العامود الأول الأنصر الثاني هو الأنصر الموجود في الصف الثاني العامود الثاني الأنصر الثالث هو الأنصر الموجود في الصف الثالث العامود الثالث وهكذا احنا اخذ امتنا ونشرح هذه الفكرة بما يتعلق بالنسبة لمصفوفة الوحدة وهي مصفوفة مربعة تبهوا اياه جميع عناصرها صفرا عدا عدا عناصر القطر الرئيسي ش تساوي ش تكون تكون مساوي للواحد ما هي عناصر القطر الرئيسي عناصر القطر الرئيسي عزيز الطالب مثل ما وضحت قبل لحظات وهي عناصر التي تكون الصف والعامود بنفس الرتبة أو بنفس الرقم يعني الانصر الموجود في الصف الاول العامود الاول والانصر الموجود في الصف الثاني العامود الثاني والانصر الموجود في الصف الثالث العامود الثالث وهكذا يجب ان تكون هذه العناصر هي مساوية المن مساوية للواحد ورح ناخذ أمثلة وفي هذه الحالة تسمى بمصفوفة الوحدة في هذا الشكل تسمى بمصفوفة الوحدة إذا كان جميع عناصرها صفر باستثناء عناصر القطر الرئيسي إذا كانت مساوية للواحد فتسمى في هذه الحالة بمصفوفة الوحدة فنأخذ مثال مثلا لنلاحظ عزاء الطلبة المصفوفة أي لنلاحظ هذه المصفوفة أي جميع عناصر المصفوفة بالصفر ما عدا ماذا نقصد بعناصر القطر الرئيسي ها هي عناصر القطر الرئيسي واضح يشاركني همين شوي سال عبد الله عناصر القطر الرئيسي وهي هذا حسب العتبة المصفوفة إن كان ثلاثة في ثلاثة أي ثلاث صفوف وثلاث أعمدة تكون عناصر القطر الرئيسي ثلاثة عناصر وإن كانت عناصر القطر الرئيسي للمصفوفة المربعة اثنين في اثنين وما عنصران فاش راح تكون هذه العناصر يجب أن تكون مساوية للواحد وهو العنصر الموجود في الصف الأول أحسن استاذ الحمد خلي نكتب العمود الأول الموقع مالتا فوق الواحد هو أي وان وان استعبد الله لأن هاي ملاحظة ذكرتها نعم يعني هنا اي واحد 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 هاي العنصر الموجود في الصف الأول العامود الأول هنا اي اثنين 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 نعم وهنا راح يكون اي ثلاثة اثلاثة وهاي الملاحظة ذكرتها لهم سام حمد فوق أنت معشرها نعم هي هذا المقصود بأناصر القطر الرئيس القطر اي وان وان اي تو تو يعني حسب التأشير مثل هنا هذا حسنت هو اي وان وان هنا اي تو تو وهنا اي اثري اثري بنفس الحالة المصفوفة الثانية بي المصفوفة الثانية بي راح يكون هنا نعبر عن بي واحد واحد نعم وهنا راح يكون هو بي تو تو أي بمعنى العنصر الموجود في الصف الثاني العامود الثاني أما بالنسبة للمصفوفة C فهي مصفوفة الوحدة وكثير يعني هاي المصفوفة جمعة كثير من خواص من أنواع المصفوفات فهي أول مصفوفة وحدة حسب النقطة اللي نتكلم عليها اثنين هي مصفوفة الصف عامود ومصفوفة صف وأيضا مصفوفة العامود يعني مثلا المصفوفة C هي كثير من المصفوفات وأيضا تسمى بالمصفوفة المربعة نعم فحسب ما تذكرت يعني كثير من خواص جمعتها هذه المصفوفة سيد محمد هنا نأكد أن هذه مصفوفة الوحدة هي مربعة لأن هذه راح نذكر طالبنا بأنها راح تمر عليه لاحقا وهي جدا مهم جدا مهمة بالتأكيد لا تكون مصفوفة الوحدة إلا إذا كانت أو شرط من شروطها أن تكون مصفوفة مربعة وما نقصد ونذكر مصفوفة المربعة أن تكون عدد الصفوف يساوي لعدد الأعمدة زيب ننتقل وين هسه تقريبا يعني نبدأ بالشغل الصحي راح يدركنا تدقاء يعني راح نستطلق شوي الموضوع أنت مقدمة بسيطة بالتأكيد يعني حتى لما راح نقدر نتطلق وندخل بهذا الموضوع بشكل كامل ألا وهو جمع مصفوفتين ومتى نجمع المصفوفتين انتبهوا هنا ما يتعلق في جمع مصفوفتين عزيز الطالب ذكرنا جمع المصفوفتين عند جمع مصفوفتين يقتضي أن تكون لهما نفس الرتبة انتبه على هاي النقطة يعني بمعنى لا يمكن جمع أي مصفوفتين إلا بشرط من شروطها أن تكون لهما نفس الرتبة زياد شون نجمع المصفوفتين نجمع المصفوفتين نجمع كل عنصر في المصفوفة الأولى يعني انتبهوا يا كل عنصر في المصفوفة الأولى مع نظيره مع نظيره في المصفوفة الثانية يعني اشارة عند جمع مصفوفتين نجمع العنصر الموجود في المصفوفة الأولى أي في العنصر الأول العامد الأول مع نظيره الموجود بنفس الموقع في المصفوفة الثانية آلية جمع اعتيادية مع مراعاة الإشارة وكذلك مثلا أجمع العنصر الموجود في المصفوفة الأولى في الصف الثاني العامد الثاني مع من أجمعه؟ أجمع مع نظيره الموجود بنفس الموقع في المصفوفة الثانية وبالتأكيد مع مراعاة الإشارة دلالة على أنه بآلية التعريف بالرموز عزيز الطالب نذكر التعريف إذا كانت المصفوفة الأنصر أو عناصر أي يعني الأنصر الموجود في الصف المحدد العامد المحدد والمصفوفة عناصرها هي تمثل بأي في ج مصفوفتين لهما نفس الرتبة وهي أم في أم فإنه شلون أجمع المصفوفة أي مع المصفوفة به فيكون جمع الأنصر الموجود في الصف والعامد مع نظيره الموجود في المصفوفة به الذي يحمل نفس الرتبة نفس الصف ونفس العامود وسوف ينتج لدينا مصفوفة جديدة هي ناتجة من جمع المصفوفتين ما أتوقع أنه رح يدركنا الوقت لأخذ مثال توضيحي رح نختم بهذا الموضوع ونختم بآلية التطرق بشكل سريع بالنسبة لجمع مصفوفتين الكلمة لك شكرا سيد محمد نستكمل لكم طلبة أعزاء جمع المصفوفات في الدرس القادم بإذنه تعالى شكرا جزيلا هذا ما يسع بالوقت أعزاء الطلبة ملتقانا معكم إن شاء الله بدروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة